لم يكن المرحوم العلام الفقيه جعفر أولفقي المعروف باسم أبي عبد السلام إلا واحداً ممن تشبعوا بروح الوطنية وتراثها العلمي ومرجعيتها الدينية ترارع بمسقط رأسه سنة ست واربعين تسعمائة وألف وقرأ القرآن الكريم بمسجد قريته بظواحة مقرى بولاية بيجايا عرقل جهود الاستدمار الفرنسي مسيرته العلمية إلا أنه انتصر للعلم بعد نيل الجزائر استقلالها تقلد العديد من المناصب والوظائف من أستاذ في التعليم الثانوي إلى باحث مزاهم في تأليف الكتب المدرسية فمفتش للعلوم الشرعية بالطور الثانوي التحق بوزارة شؤون دينية والأوقاف كمستشار للوزير فمديراً للتوجيه الدين والتعليم القرآني وبعدها مديراً للتكوين وتحسين المستوى بذات الوزارة لم يبخل المرحوم الفقيه بعلمه من خلال مشاركته في حصص وبلاطوهات دينية للفتوى عبر التلفزيون الجزائري والإذاعة الوظنية كما عين عضواً باللجنة الوزارية للفتوى الإعلام الديني هو استجابة طبيعية لفترة المسلمين المسلم من طبعه أن يتطلع إلى معرفة دينه فكل طريق وكل وسيلة تعرفه بدينه يتعلق بها والله أنا الذي أسأله وأسعى إليه وأعمل من أجله هو وريض الله اليوم يرحل الشيخ أبو عبد السلام تاركاً سلاماً وإرثاً يحفظ للجزائر عبر الأجيال هويتها الدينية ومرجعيتها الفقهية ترجمة نانسي قنقر